السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الكلام اللي بقوله هنا بعد شوي لا يمت للعلم بصلة يعني ما عليه بحوث ما فيه دراسات علمية تثبتها هذا الشيء مجرد فلسفة ذهنية او مثل ما تقول جلسة مع الذات وتأمل بالتصرفات الانسانية اللي تحدث ابحاول ان يكون مختصر بالكلام لكن انا اللي اشوفه يعني ان جميع الناس مصابة بالطرابات نفسية او اضطرابات شخصية كيف لما شخص مثلا يبخل بخيل تمام البخل هذا ماسك على الفلوس بشكل مطبيعي طيب وش الاسباب والله انا نجمع عشان اليوم الاسود والله ان هذا شيء ثمين انا بالنسبة لي ما اقدر اتخلص منه شيء مقدس بالنسبة لي اذا اسواس قهري او نقدر نقول قلق قلق من المستقبل اذا البخل عبارة عن مرض نفسي نقدر نقول الكذب كذلك عبارة عن مرض نفسي ليش تكذب انا اكذب علشان اني خايف خايف من قول الحقيقة طيب الخوف عبارة عن ايش عن قلق او هلع نقدر نجمع بينهم ما في انسان مننا تمام ما يصير له كراهية مع شخص معين او انه يبخل بشكل كبير باشياء ممتلكاتها الخاصة او مثلا يغتاب او يعني الى اخره هذه التصرفات كلها انا اشوف انها كلها انشأت تتوصفها بالاضطرابات شخصية او انشأت توصفها بالاضطرابات نفسية كلها نفس المعنى كل الاقوال تؤدي الى قول واحد يعني بالاضطرابات اللي يشوفها انا اول واحد انا لست ملاكا لست كاملا لكن انا اول واحد لدي اضطرابات سلوكية احاول اني اعالجها قادرا المستطاع قادرا المستطاع فراقب نفسي اراقب تصرفات هل اللي انا سويتها هل هو ردة فعل قوية جدا متستاهل ليش انا ارد اصلا ليش ما افكر بطموحاتي اركز على الاهداف من هذه المرحلة تتولد الافكار عندك تمام لكن انا اقدر اقول ان الشخص الوحيد اللي غير مصاب بالضربات نفسية اقدر الخصها بحاجة اسمها الحب اسمها السنام اسمها شنون اقدر اوصف اكثر من كلمة حب تحب العدو وكذلك تحب الصديق ما تذي تكون شخصية مسالمة ما تتكلم بحد ما تكذب حتى لو شئت انك تتجنب الاحتكاك مع البشر مع ان الاتجنب مع الاحتكاك والبشر يعني يصنف يعني من ضمن الامراض النفسية اللي هي الانطوائية او الشخصية المنعزنة او الى اخره ولكن انعزالك افضل من الاساءة او من اساءتك طيب يعني اهل قدروا اقولها بالحب الحب العميق وحتى يعني انا شوف يعني يضرب يضرب بالحمامة بانها مشارة الى السلام ولكن راقبتنا تصرفات الحمام الحمام بين بعضها حمامة وحمامة يعني بينهم تنافر او طرد يحبون انهم يعني خلاص ذكر انثى مع بعض لكن يجي ذكر ثاني او يجي حمامة ثانية الاحظ ان بينهم بس الاشتباك بس انه خفيف ما يصل الى حد المعركة طيب اقدر اصنف الشخصية السوية او الشخصية انها محبة تمنع الكراهية تمنع حدوث الكراهية او لا تستمتع باذاء الاخر مثلا او الاستهزاء بالاخر او الى اخره هذا نجد يعني لا نجده بالبشر لا نجده انت تحاول حاول ولكن لن تصل الى هذه النتيجة اراكم في مقطع اخر دمتم بحب وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته